وفي اجتماع آخر الطرع رئيس الوزراء على مستهفات الموازنة الجديدة التي سيبدأ العمل بها الأسبوع المقبل وما تتضمنها من تطبيق سياسات من شأنها لاستمرار في تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الدائمة للنمو خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير بالإضافة إلى دعم النمو الذي يقود القطاع الخاص والتوسع في مجالات وأنشطة الميكانة وضم الاقتصاد غير الرسمية كما استعرض رئيس الوزراء جهود وزارة المالية في تنفيذ جوانب الإصلاحات الأخرى في وزارة المالية وفي مقدمتها منظومة الضرائب والجمارك بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحد من أساليب التهرب الضريبية